بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين نحييكم ونقدم لكم درس جديد من دروس القراءة للصف الأول الابتدائي للتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية والتربوية الخاصة درسنا لهذا اليوم يتحدث عن الهاء الأولية شوية بها صعوبة بكتابتها بالبداية لكن بعدين التلميذ من يتعود عليها يكتبها بسهولة والآن ويانا طبعا راح أراويكم صورة لهذا الدرس هي نذهب إلى الصورة هي صورة الهلال ما هذه الصورة هي صورة هلال صورة هلال الهلال الهلال طبعا هو يظهر في بداية كل شهر الهلال يظهر في بداية كل شهر السنة طبعا السنة التقويمية السنة التقويمية تتكوم من 12 شهر كل شهر من هذه الأشهر أما يكون 30 يوم أو 29 يوم وعزائي التلاميذ من نشوف بداية الشهر من نشوف بداية الشهر نلاحظ نشوف بالسماء خيط رفيع جدا هو اسمه الهلال واسا رح أرسم لكم شون الهلال هذا يكبر بمرور الأيام على السبورة ويصبح في نصف الشهر يصبح بدر كامل أرسم لكم رسم بسيط يعني لماذا أقول رسم يعني رسم بسيط بالنسبة للهلال أول ما يظهر هذا الهلال طبعا يظهر نرسم نعم هلال يظهر بالسماء في بداية كل شهر بداية كل شهر على شكل خيط خيط رفيع جدا على شكل خيط رفيع جدا هذا الهلال يظهر في بداية كل شهر هالشكل وهذا الخيط الرفيع للهلال يبدأ شوية يعني يصير أعرض يبدأ يعرض بمرور الأيام كل ما تمر الأيام بالشهر يعرض أكثر مثل هذا هذا ثلاثة أيام هنا أنا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم وهكذا نرسم مثلا رابع يوم نرسم خامس يوم هالشكل يعرض يعرض أكثر الهلال سادس يوم العفو سادس يوم شوي يصير أكبر سادس يوم أكبر هو رسم تخطيطي طبعا مو كلش هالشكل سادس يوم إلى أن نوصل مثلا نوصل إلى منتصف منتصف الشهر منتصف الشهر يصبح يكمل يكمل الهلال يصير هالشكل مثلا هذا مثلا يوم يوم ثلاثة عشر هالشكل يوم أربعة عشر يوم خمسة عشر يصبح بدر كامل يوم خمسة عشر يصبح بدر كامل يوم خمسة عشر يصبح بدر كامل نعم طبعا هذا فترسم تخطيطي بسيط للهلال على مدى وضح لكم شنو الهلال يظهر بالسماء طبعا من بداية الشهر ويبدي يكبر إلى أن يصبح في منتصف الشهر بدر بعدين يبدي أيضا هذا البدر أيضا يزغر يزغر يبدي يزغر مرة اللغ هالشكل نرسم مثلا أصغر البدر أصغر يبدي يزغر من هذا الجهة يبدي يخف الزغر ماله يبدي أيضا يزغر بعد أكثر يزغر إلى أن يصير صغير جدا يعني هنا أنا صير هالشكل إلى أن يصير نهاية الشهر أيضا خيط ويختفي يوم يومين ويبدي يظهر على الشهر الجديد يبدي يظهر بشكل جديد بشكل جديد هالشكل هالشكل بشكل جديد أيضا على شكل خيط هاي في درسم بسيط وتخطيطي للهلال وعدنا درسنا نكتب الكلمة هلال نكتب كلمة هلال على السبورة يلا عيني ويايا نتهجه نعم في بداية الكلمة درسنا لهذا اليوم هو حرف الهاء حرف الهاء بهالشكل ينكتب تقريبا دائرة دائرة كبيرة ودائرة صغيرة بداخلها وهي وتحت الحرف الهاء الأولي كسرة تحت الحرف الهاء الأولي كسرة وينقري الكسرة دفعة واحدة مع الحرف هيلال ماذا ألفظ بعد كلمة هيلال ألفظ مقطع لا عفية اللي أخذناه بيادرس أخذنا مقطع لا من يتذكر من عزائي التلاميذ من يتذكر من عزائي التلاميذ بيادرس أخذنا مقطع لا عفية مقطع لا أخذناه بأولاد بأولاد تتذكرون أولاد وبنات وأقلام بأقلام كلمة أقلام أيضا أخذناه بأقلام أخذنا حرف اللا هلالو هلالو إيش داء الفض وراء اللا نعم داء الفض لو مقطع لو اللام الآخرية اللي أخذناها بدرس نبي البقال نبي البقال هلالو هلالو واللام تنقري دفعة واحدة مع الضم عزائي التلاميذ اللام تنقري دفعة واحدة مع الضم أصبحت الكلمة هلال 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 شنو ويا شهر من الأشهر هلال يا شهر من الأشهر هلالو العيد العيد ال ال همزة الوصل نكتبها وما نقرأها طبعا همزة الوصل هنا دا توصل لنا كلمة بكلمة هلالو العيد هلالو العيد لاحظوا لاحظوا شون ما أقرأ الألف وهمزة الوصل نكتبهن لكن ما نقرأهن نكتب هنا نكتب همزة الوصل لكن لا نقرأ همزة الوصل رأسا على اللام هلاله العيدي بعد الفضل رأسا للام العي مقطعي نعم العي العين حرف صحيح العين حرف صحيح دخل عليه حرف من حرف المد اللي هي الألف والواو واليا والعين حرف صحيح من يدخل عليه واحد من حروف المد هذوله ينقري دفعة واحدة العي العيد 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 بدون كسرة العيد هلال العيد هلال العيد هلال العيد هلال العيد اللي أخذناها هلال والعيد طبعا وأجمل طبعا إحنا نفرح بشهر رمضان من يجي شهر رمضان نفرح ونبدي كل يتنا نصوم نبدي الأسر نصوم ماما وبابا يصومون وإحنا هم نريد نصوموا إياهم ونجرب إحنا أطفال صغار بعدنا يعني الصيام صعب علينا شوية جوز نصوم نصف نهار لكن نبدي نصوموا إياه ماما وبابا ونحب نصوموا إياهم ونجرب إنه الصيام شون نتحمل الجوع والعطش الولا وهو طبعا الفرض علينا الله سبحانه وتعالى فورا رمضان من يخلص رمضان ويخلص صيامنا يجينا العيد نفرح بالعيد ونفرح بهلال العيد من يقولون سيتم غدا أو غدا سنرى الهلال أو سنراقب الهلال ويراقبون الهلال ويقولون غدا نفرح بالعيد نلبس ملابسنا الجديدة نلبس أحذيتنا الجديدة ونبدي نقول لهم الماما والبابا صباح الخير أيامكم سعيدة وكل عام وانتوا بخير ونهنيهم بالعيد ونشاركهم فرحة العيد ونروحوا إياهم زيارات البيت جدو أو البيبي نروح نعيد بيبي وجدو أو نروح الأقارب بنا بيت عامنا بيت خالنا فالعيد هو حلو بالنسبة لنا ولبس الملابس الجديدة بالعيد أيضا سنة من السنن اللي تفرضها علينا شريعتنا الإسلامية بالعيد إذن هلال والعيد نقرأ الكلمة الجديدة عزائي التلاميذ اللي تعلمناها هنانا يلا نتهجل كلمة الجديدة هذه اللي تعلمناها نعم هي مقطع هي ومقطع لا وياها شتنقري هلا ومقطع لو لو هلا لو كم مقطع متكونة هذه الكلمة يلا عيني هي لا لو ثلاث مقاطعة في حسنتهم مقطع هي لا لو واحد اثنين ثلاثة ثلاث مقاطع نضعها في لوحة الجيوب عفيا أحسنتهم أحسنتهم ابتهجيكم للكلمة هلال والعيدي هلال والعيدي الآن نكتب هلا هلا هلال والعيدي هلا نكتب بلون الأحمر هلا أيضا الهاء الأولية هالشكل دائرة ودائرة أخرى بداخلها وهنا بيفتحها هنا أنا أخذناه بأول كلمة بكسرة الحرف الهاء الأولية هي هنا أنا ينقري ها 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 لا أنسى أقرى الحرف دفعة واحدة وي الحركة الحركة أقراها مع الحرف دفعة واحدة ها هل 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 إيش دا أقول ورا اله لا دا أقول هل دا ألفظ اللام مرتين هل 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 لا باعشون دا ألفظ اللام مرتين أمسح الهاي مرتين ماكو عندنا باللغة العربية ينكتب مرتين الحرف المتشابه مرتين ينكتب وفعة واحدة لا ماكو نمسح واحد نمسح واحد من الأحرف أعزائي التلاميذ حبابي ها عيني نمسح واحد من اللام ونخلي شدة نضع شدة نضع شدة هنا نبدأ الحرف اللام هلى هل هلالو العيدي هلا هلالو هي نرجعنا مرتلو على مقطع هي هلالو هلالو لالو هلا هلالو العيدي 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 أخذنا كلمة العيدي قبل شوية هلا هلال العيدي نعم هلا عندنا هلا كلمة هلا شنو معنى كلمة هلا عزائي التلاميذ كلمة هلا نعتبرها يعني ظهره ظهره في السماء هلا يعني رأيناه في السماء رأينا الهلال في السماء هلا يعني بمعنى ظهره أو رأينا الهلال في السماء إذن شافوا الهلال بالسماء إذن إجا العيد هلا هلاله العيد الآن نكمل باقي كلمات الدرس والكلمة العفو هلا خلي أول ما أعطيكم الكارت الخاص بكلمة جديدة اللي تعلمناها قبل شوية يلا نقرأ الكلمة جديدة هذه يلا عيني عزاي التلاميذ نقرأها يلا عيني سوية نعم ها مقطع ها هلا عفو أحسنتم أحسنتم عزاي التلاميذ إذن هلا هلاله العيد وين نذهب بالعيد وين نذهب بالعيد أين نذهب بالعيد نعم نذهب نعايد الأقرباء والأهل ونتواصل وياهم ويتواصلون ويانا حتى تزداد العلاقات الاجتماعية والروابط الاجتماعية بين أفراد الأسر ويزداد المحبة والتواصل الاجتماعي ويا ماما وبابا نروح لزيارة عمنا أو خالنا إذن هاشم هنا عدنا بالدرس هاشم هنا بدرسنا لهذا اليوم ذهب هاشم إلى عمه ذهب هاشم إلى عمه نكتب كلمة ذهب ذهب هاشم إلى عمه يلا نكتب سويا كلمة ذهب يلا عيني ونتهجسوا يلا مقطع ذ أخذنا حرف الذالت الذكرون حرف الذالت أنا أراجع لكم الحروف هم والمقاطع لما نكتب الكلمات ذه أستاذ وتلاميذ هذا الحرف أخذنا تذكرون عزائي التلاميذ ويقري الحركة دفعة واحدة الفتحة ذ ذه 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 ذهب ايش دا أقول هسان ايش دا أقول ذهب شنو ناقص هاي الكلمة حتى تصير ذهب يا حرف ناقص يا مقطع عفية مقطع ب ذهب 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 فعل ماضي يعني قام بزيارة قام بزيارة ذهب نعم ذهب هاشم هاشم مقطع ها مقطع ها الهاء الأولية اللي أخذناها قبل شوية اللي وضحت لكم إياها ها عدنا تنقري الهاء دفعة واحدة مع حرف الألف مثل ما قلت لكم نعتبر الهاء عدنا حرف صحيح ويأتي ويا الحروف المد اللي قلت لكم عليها الألف والوا واليا فيتنقري مع الحرف الصحيح دفعة واحدة عزائي التلاميذ ها ها هاشي هاشي من ذهب هاشي من هاشي من أين ذهب هاشي من إلى إلى عميه والهاء هذه المربوطة اللي أخذناها قبل شوية العفو بالدرس الماضي الهاء أخذناها بالدرس الماضي الهاء المربوطة بدرس مياه المطري بدرس مياه المطري هذي الهاء هنا درسنا عن الهاء الأولية والهاء اللي ما تتصل بالحروف اللي هي هذي هالشكل تنكتب ذهب هاشي من إلى عميه نقرأ الجملة مرة ثانية سوية يلا عيني ويايا تقرون عزائي التلاميذ ذهب هاشي من إلى عميه يلا ونلاحظ يلا بالكارتات ويايا هسا نتهجة الكلمات الجديدة لأخذناها يلا بالكارتات الدرس نتهجة الكلمات الجديدة يلا عيني سوف لا أقراني الكلمات يلا أريد منعدكم أن تتقروها أو تتهجوها ذه مقطع ذه ه ب ذه ه ب كم مقطع متكون هذه الكلمة عفيا هذا مقطع نعم ذ مقطع ذ ومقطع ه ومقطع ب ثلاث مقاطع ذهب 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 وهذه كلمة أخرى هي كلمة هاشي من هاشي من يلا يلا نتهجة كلمة هاشي من سوية يلا عيني يلا ه مقطع هال ها مع الألف دفعة واحدة ها شي 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 من من هاشي من هاشي من عفيا أحسنتم يا عزي التلاميذ نضع هذه في لوحة الجيوب حتى أمامنا دائما نقراها ونذكرها ذهب هاشي من إلى عمه ومن ذهبت معه وذهبت معه سهاد وذهبت وذهبت معه سهاد نكتب وذهبت وذهبت و يلا نتهجة كلمة و ذهبت ذ ها باللون الأحمر نكتب الحرف الجديد باللون الأحمر المغاير وذهبت بات اجدى أقول وذهبت هذه وذهبت بعوة عزي التلاميذ لكن تاء البنات تاء التأنيث يسموها تاخذوها إن شاء الله بالتدريبات اللغوية بعديا من تكبرون وذهبت وذهبت للبنات نستخدم هذه تاء التأنيث يسموها تاء التأنيث الساكنة تاخذوها إن شاء الله بعدين بالقواعد وذهبت وذهبت للبنات وذهبت معه معه هذه الهاء أيضا أخذناها بالدرس الماضي بمياه المطر هذه الهاء المربوطة هذه الهاء الآخرية هذه الهاء الآخرية المتصلة بالكلمة وهنا الهاء اللي ما متصلة بالكلمة حتى لو تجي بنصف الكلمة لقد تجي ويحروف ما تتصل بيها الرا مثلا والوا والذال والدال إلى آخر العفو وذهبت معه سهاد 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 اسم ابنية سهاد يلا مقطع سو ينقري تنقري تضم دفعة واحدة ويا السين تنقري دفعة واحدة ويا السين سو 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 هاد هسا نكتب الهاء الوسطية تشبه السبعة هنا هي مطبوعة عدكم بالكتاب مطبوعة عدكم بالكتاب لأن الطابعات اللي بالكتب أراويكم إياها عزائي التلاميذ لاحظوا هنا مطبوعة عدكم بالكتاب هنا باعوا قسم من الكتب يكتبون لها أيضا هنا بعد بها خطب لي فوق لكن هنا هذه الطابعة طابعتها على شكل مبدئية يعني السبعة يعني شوية نوضحها أكثر لما نكتبها بالدفتر نوضحها أكثر نعم لما تكبرون تكتبوها والسيطرون على الحرف أكثر لكن هي تنكتب تقريبا مثل السبعة سوها سوهاد نعم نكمل الكلمة سوهاد اسم ابنية وذهبت معه سوهاد 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 ماذا أنطق في نهاية الكلمة حتى تصبح الكلمة الاسم كامل سوهاد 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 عفيد أنطق حرف الدال عفيا حسنتم عزاء التلاميذ وذهبت معه سوهاد وذهبت معه سوهاد نعم نجي أراويكم كلمة جديدة سوهاد الآن أراويكم يلا خلي نتهجه كلمات سوهاد يلا عيني خلي نتهجه كلمات سوهاد نتهجه كلمات سوهاد سو مقطع سو ومقطع ها مقطعين صار بالكلمة سوهاد سوهاد وحرف البحدة سوهاد أصبحت عندي اسم ابنية اسمها سوهاد وذهبت معه سوهاد وذهبت معه سوهاد طبعا هاي نخليها بلوحة الجيوب نضعها في لوحة الجيوب وذهبت معه سهاد قال هاشم نكمل قال هاشم قال هاشم نعم قال هاشم قال قال كلمة قال أخذناها قبل كلمة قال أخذناها قبل طبعا قال هاشم مقطعها نكتب كلمة هاشم مرة ثانية يلا حتى نتهجاها سوى يلا هاشي من هاشم حرف الميم نتهجه هاشم قال هاشم فارزة عندي هنا الفارزة هذه أول مرة تأخذوها يمكن بالقراءة هي تفصل بين عبارة وعبارة قال هاشم ونسكت شوية نسكت يعني عنده خلال قراءتنا للدرس شوية نسكت سكتة بسيطة ونقول العبارة اللي بعدها قال هاشم وقالت سهاد لاحظوش شوية سكتة شوية وقالت سهاد وقالت وقالتها ما خذناها قبل بالدروس الماضية وقالت سهاد نكتب كلمة سهاد يلا مرة ثانية عيني ونتهجسوا سهاد قال هاشم وقالت سهاد وهذه نقطتين القول من انساها لما نكتب أي شيء بقول ماذا قالوا ماذا قالوا الاثنين هاسا نشوف ماذا قالوا الاثنين هنانا بصورة تلاحظون الصورة هنانا بدرسنا اعزائي التلاميذ بالصورة هذه هاشم وسهاد ذهبوا إلى زيارة عمهم هاشم وسهاد ذهبوا إلى زيارة عمهم نشوف ماذا قالوا بالعيد طبعا بالعيد لابسين جدا حلو ملابسهم الجديدة تلاحظون ملابسهم الحلوة الجديدة النظيفة وراحوا دا يعيدون عمهم وذهبوا إلى عمهم قال هاشمون وقالت سهاد نشوف ماذا قال هاشمون وسهاد يلا نكتب على السبورة الكلمة اللي قالوها نه نه هارك نهارك أيضا ها سبعة ها تشبه السبعة الوسطية يسموها نه 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 هسا إذا أريد أكتب شنو يا حرف حتى تكمل كلمة نه 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 عفيا حرف الكاف نه عفيا حسنتم عزاية التلاميذ نه نه س نه نه سعي مقطعي دن نه ي نه نه شدة وعليها ضمة ي بل لازم نقولون يا عمو لأن هي هذه الشدة والضمة لفوق الحرف ده خلينا ننطق الحرف مرتين ده نمسح يا عم مو ده ننطق الحرف مرتين نمسح الشدة إذا نكتبها مرتين للحرف لكن إحنا ما يصر عندنا باللغة العربية قلت لكم فنكتب الشدة نمسح الحرف ونكتب الشدة شوي أصغر من هذه يا عمو نهارك سعيد يا عمو قال العمو قال العمو قال العمو قال العمو نعم رد التهنئة ورد السلام قال العمو نكتب هنا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أه لن إش دا أقول حتى تكمل كلمة أهلا كلمة ترحيب هذه أهلا وسهلا وسهلا للضيوف من يجونا ماما وبابا يقول لهم أهلا وسهلا وإحنا نتعلم من عندهم الشون نرحب ضيوفنا ضيوفنا الكرام لأن إحنا يعني أهل كرم وضيف العرب دائما أهل كرم وضيف وكل الناس العراقيين أهل كرم وضيف من أي طائفة كانت فنرحب بالطيف ونقول لها أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا طبعا هذه تمنا الدرس لهذا اليوم بس أعلمكم الشون نكتب حرف الهاء إن شاء الله نكتب حرف الهاء لاحظوا عزائي التلاميذ ضاعوا حرف الهاء نبدي دائرة دائرة كبيرة وبداخلها دائرة صغيرة بدون ما أرفع يدي من على القلم رجاء أنا أرجوكم طبعا ما ترفعون يديكم من على القلم نبدي بهذه النقطة مهارات القراءة والكتابة لاحظوا الأهالي شون يبدون من هذه النقطة لازم ويصعدون تلاحظون أطفالكم شون يكتبون وبدون ما يرفعون يديهم من على القلم بدون ما يرفعون يديهم بعدين نصعد هنا أنا على الدائرة اللي بداخل الدائرة الكبيرة ونكمل هالشكل وهاء الوسطية هالشكل سبعة يعني بسيطة هذي ومتصلة منا ومنا بالحروف لكن شوية الصعوبة نجدها بهذه الهاء باعوا عزائي التلاميذ عزائي الأم والأب من تقرون أولادكم التلاميذ تقرونهم بهالشكل دائرة دائرة أخرى في داخلها بدون ما يرفعون يديهم من على القلم بدون ما يرفعون يديهم من على القلم بالممارسة طبعا هاي تتكون عندهم المهارات القراءة والكتابة الجيدة قسم من التلاميذ طبعا ترسم الدائرة هالشكل وهالشكل ترسم للدائرة هذي خطأ خطأ هذي ما أقبل هالشكل خطأ هذي الدائرة لما تجي من الأعلى وترسم هالشكل يرسم هالشكل للطفل أو التلميذ وبعدين يسوي الخط هذا ليكتب حرف الهاء لا خطأ هذي لا يجب أنه أرسمها بهالشكل هذا هالشكل دائرة ودائرة نبديها نعم متواصل بدون ما أرفع القلم حتى إذا الطفل أو التلميذ ما يعرف يكتب أنا قطلة أنا قطلة بدون ما ألزميدة لأن إذا ألزميدة العصاب مالإيدة ما رح تتقوى بالكتابة فأنا قطلة أو أخليه هو يبدي بالنانة وأبدي ويا أقول لي الله أسعد فوق سوي الدوار الأولى بعدين ننزل جو على الدوار الثانية بدون قطع ومتواصل القلم فهذه صحيحة كتابة الحروف بهذا الشكل آخر شي عزائي التلاميذ رح نقرأ الدرس رح نقرأ الدرس من الكتاب رح نقرأ الدرس من الكتاب نعم نقرأ الدرس آخر شي كتبنا هلال العيد هلال العيد العفو ماكو كسرة هلال العيد هل هلال العيد هل هلال العيد ذهب هاشم إلى عمه وذهبت معه سهاد قال هاشم وقالت سهاد نهارك سعيد يا عم قال العم أهلا وسهلا قال العم أهلا وسهلا نعم طبعا عندنا كلمات خارجية كلمات خارجية بيها حرف الها هذا اللي هسه أخذناه عزائي التلاميذ أتمنى أنه نقرأها سوي هاي شني هذي كلكم تحبوها الدراجة الهوائية طبعا دراجة هوائية هنا أنا مكتوبة هوائية لاحظوا أنه حرف الها حرف الها شون مكتوب دراجة هوائية هي بايسيكل كل يحبون الدراجة الهوائية باعش قد حلوة وكلكم تحبون هذه يعني تمارسون عليها رياضتكم المفضلة يذاعتكم حديقة من تكبرون إن شاء الله وإذا أصغر ويشتروا لكم أهلكم دراجات هم تتقوى عضلات رجليكم نعم بيشراف أهلكم طبعا هنا مثلا هنا كلمة كلمة خارجية أيضا يلا نقراها كلمة خارجية هنا يلا المهن المهن نعم المهن كلمة خارجية المهن وعدنا أيضا كلمة مثلا خارجية هنا منها اختارت لكم أيضا عزائي التلاميذ هنا من هذه المجلة الحلوة كلمة هاتف يعني تليفون نخابر به هذا أرضي هاتف نعم وكلمات هواية خارجية أيضا مثلا هدهد مثلا هذه هدهد هذه هدهد نعم 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 شكرا جزيلا على متابعتكم ويانا عزائي التلاميذ عزائي الأم والأب وإن شاء الله نلتقيكم في دروس قادمة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة